السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناتنا إبدعات نهال النواعم ندعوكم إلى الانضمام إلى أسرتنا الكبيرة بضغطكم على المستطيل الأحمر اشتراك وكذلك تفعيل الجرس لتكونوا أول من يصله جديدنا والاستفادة من كل فيديوهاتنا وكذلك مشاركة الفيديو مع كل الأصدقاء السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله فيديو اليوم عبارة عن وصفة جد رائعة وفعالة لتسمين الساقين أو أي منطقة هذه الوصفة خاصة بالتسمين الموضعي بعد ما أعطيتكم وصفة ذروة الجمل للتسمين الموضعي وكذلك للتشققات ولتسمين الخدود والوجه فبعض ابنات ما بتفرش عندهم ذروة الجمل قالوا لي فين غد يلقها وهرا هي البنت رها موجودة عند الجزار لكي يبيع الجمل لكي يبيع الجمل فلحم الجمل لهذا غسروا الصيوة رأكيد غد يعطيها لكم ووصفتنا لليوم مكوناتها جد بسيطة عندي زبد البحر هذا هو زبد البحر رأى موجود كذلك عند العطار والتمند يلوء بسيط جدا غد ينطحنوه يا إما في الطحان الكهربائي أو غد يندقوه في المهراز أو الهون كما كيسميه بعض البلدان حتى يويني بحلاكة مثل الدقيق وندوزوه في شي مصفة وعندي هنا بودر الحلبة بودر الحلبة غدي تجيبوا الحلبة مطحونة أو غد تطحنوها من الأحسن الحلبة تطحنوها يعني عند العشة بيطحنها لكم وكذلك غدي تستعملوا أي نوع من الكريم انتو ما كتفضلوه وبإمكانكم كذلك تعودوا هاد الكريمات يا إما بزيت الحلبة أو زيت السوجة ولكن أنا حطة هنا الحلبة فما غديش نوضع زيت الحلبة بإمكانكم تحطوا زيت السوجة إذا بغيتوا كل شي يكون طبيعي مئة بالمئة عندي هنا أنا عمت لكم كميات بسيطة لأن هاد الوصفة بإمكانكم تحتفظوا بها لمدة ثلاث أيام لأن خصوصا لأن الجو يعني دابة بارد أو تحتفظوا بها في الثلاجة لمدة ثلاث أيام ثم غدي تضيفوا أي نوع من الكريم كما قلت لكم أو تضيفوا مثلا زيت المائدة أو زيت الزيتون وللقيتوا تساعدوا هاد الوصفة بأي حاجة أخرى للتسمين رأتتكم القرات المسمنة والمسمنة السائلة وبزاف ديال الوصفة للتسمين طبعا كلها من مواد طبيعية ما غديش يضروا بصحتكم فما تستعملوش غي واحد الوصفة وتقولوا آه ما جابتش معي نتيجة ما شاء الله القنرة مليئة بالوصفة المضمونة والدليل هو التعليقات اللي غدي تلقوهم تحت بالتعليقات بكل وصفة أي بنت الحمد لله كتمشي كتجرب الوصفة كترجع كتكتب لنا أن الوصفة رهوا فقاتها فطريقة الاستعمال من الأحسن البنت اللي قالسين غير في الدرس تعملو هاد الوصفة مرتين في اليوم مع التدليق هادي كتبغي المساج أي بلاصة بغيتي تزيديها فهادي كتبغي المساج أول حاجة غدي تاخدي فوطة ساخنة يعني غد توضعيها في الماء الساخن ثم غدي تعسريها وغدي توضعيها في المكان المراد تسمينه ثم غدي توضعي له هاد الخلطة وغدي تعملي حركات دائرية وغدي تزيدو القديرة فغدي تكون أحسن غد تقول له وش القديرة كيستعملو هالناس للساقينية هرا كتستعمل للساقين وكاينين يعني مراكز متخصصة أو نساء ما غديش نقول مراكز لأن مازال ما عندناش مراكز خاصة بالقديرة ولكن كاينين عيالات هادية خدمتهم كتمشي عندهم كتديري القديرة البنت اللي غيسولي وماش كتعرفي شي وحدا ممكن عرفتها وحدا صراحة فغدي نوضعوها بهذا الشكل بإمكانكم كذلك تستعملوها لاليدين را كتجيب نتائج جد رائعة وعلى فكرة هاد الوصفة راها كتبيض كتبيض البشرة وكتحيد منها كل الشوائب بإمكانكم هاد الوصفة تستعملوها مع استبدال زبد البحر بأناشا تستعملوها للوجه استبدال زبد البحر بأناشا ما تستعملوش زبد البحر للوجه ديالكم لأن إلا استعملتوه للوجه غدي تحسوا أنه نشف لكم بزاف بزاف في الوجه فهذا الوصفة اراها رائعة وكنت من فعلا انكم تجربوها وغتعملوها كحركات دائرية حتى تحسوا بها انها انشفات وتغسلوا بماء فاتر بالصابون والماء الفاتر دائما حاولوا انكم تغسلوا ما تخليوا هاش لاندي كالريحة ديال الحلبة غير مرغوب فيها ولكن راه النتائج ديال الحلبة راه رائعة راهية كانت المسمنة الرسمية ديال الناس ديال بكري كتقول بغيت نغلط كتقول لكسير كل الحلبة الحلبة ولكن لي مش كدي الحلبة انا را كتحبس الماء في الجسم لا دومتوا عليها مدة طويلة جدا را كتحبس الماء في الجسم لهذا البنت اللي كيكلوا الحلبة حبات كيفطروا بها ولا كلها 15 يوم وقطعوها لمدة اسبوع باش الجسم يتخلص من ذاك الماء في هذاك الاسبوع جربوها يا البنت ورضو علي الخبار راه هاد الوصفة جد رائعة ولكن راه كتبغي المداومة وكما قلت لكم يلا بغو تتعوضوا هاد الكريمة باي زيت طبيعي عوضوا بزيت السجا زيت الحلبة كما قلت لكم انا وضعت الحلبة فبإمكانكم توضعوا زيت الحلبة كذلك وزيت الزيتون زيت الماء اذا اي نوع من الزيوتين ما وغيتوش تستعملوا هاد الكريمات وكالعادة كانت تمنى فعلا انكم تعملوا جولة بالقناة باش تستفدوا من كل الوصفات استودعوكم